بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تكفل الله جل وعلا بتطهير العطرة النبوية بتطهير النطفة المحمدية آل بيت سيدنا رسول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالله جل وعلا تكفل بتطهير ذرية سيدنا محمد من زمان سيدنا محمد إلى قيام الساعة من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم آل سيدنا رسول الله هم قرابته القريبة أبناء سيدنا علي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة فاطمة الزهراء وسيدنا علي وزوجات النبي أمهات المؤمنين من أهل البيت لله أزواجه الله شرفن به ونلن ما لم تنى الأنثى من العظم وقد منعنا نكاح الغير تكريمة لقدرهن وقدر السيد الفخم بل إن من العلماء من وسع الدائرة أكثر وقال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس كلهم من أهل البيت ورضي الله عن الإمام الصيوطي كتب رسالة قال فيها إحياء الميت بفضائل أهل البيت وهذا عنوانها ستون حديثاً في فضائل أهل البيت وقال في مقدمتها جعلوا لأبناء الرسول علامة والعلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في وسيم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر أهل البيت أنوارهم تلوح وأعطارهم تفوح وهم في الناس كسفينة سيدنا نوح في حب أهل البيت ذوبنا الهوى والناس تحسدنا على هذا الجوى من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو ورضي الله عن من قال قال لي قائل رأيتك تهوى آل طاها ودائماً ترتجيهم كان حقاً عليك أن تقضي العمر مادحاً فيهم وفي من يليهم قلت أنى لي بالمتح فيهم والكون طراً يستمد النوال من أيديهم أنا لا أستطيع متح قوم كان جبريل خادماً لأبيهم آل بيت سيدنا رسول الله حبهم عبادة وقربهم فيه الحسنى وزيادة آل بيت سيدنا رسول الله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق وعقيدتنا الأشعرية الوسطية الأزهرية أننا نحب أهل البيت نحب جميع أهل البيت ونحب جميع الصحابة ونحب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جمعوات ونتقرب إلى الله بحبهم إني أحب أبا حفص وشعته كذا أحب عتيقاً صاحب الغاري وقد رضيت علي سيداً علماً وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل علي بهذا القول من عاري رضي الله عن الصحابة أجمعين ورضي الله عن أمهات المؤمنين ورضي الله عن آل البيت الطاهرين وحشرنا الله معهم وإن لم نعمل بعملهم اللهم آمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته